بسلسلة من الاعتداءات الإيرانية على شمالية العراق وخروقات على المستوى الحدودي استقبل النظام الإيراني محمد شياع السوداني الذي من المفترض يكون بجعبته ملفات كثيرة تتعلق بالخروقات الأمنية وقطع روافد الأنهار وما إلى ذلك لكن كما هو معهود من رؤساء الحكومات السابقة تجاوز السوداني كل هذه الإحراجات ملتقيا بخامنئي والقيادات الإيرانية ليشكرها ويثمن جهودها ويبارك للعلاقات معها وما تمخضت عنه الزيارة لم تتعدى إظهار السوداني انشغاله بالحفاظ على أمن إيران والتفكير في رفاهية الزوار الإيرانيين والسهر على راحتهم وتفعيل ما يسميها شراكة اقتصادية معها وإن كانت في حقيقة الأمر هيمنة اقتصادية والتي كان آخرها افتتاح منفذ حدودي جديد مواجها لمحافظة ديالا من الطرف الإيراني وذلك بشكل منفرد دون التنسيق مع الحكومة في بغداد مراقبون رأوا أن إيران لا تأبه بما يحصل للسوداني من حرج أمام الرأي العام بسكوته عن الاعتداءات الإيرانية المتكررة وعدم التطرق إليها ولذلك تخطط إيران لمزيد من الهجمات على شمالي العراق في محاولة منها لتصدير أزمتها الداخلية عبر اختلاق أطراف متآمرة على إيران تنشط شمالي العراق ويتخوف المراقبون من أن السوداني بعد هذه الزيارة سيتبع نهج المالك في افتعال أزمات داخلية على الصعيد الأمني والسياسي ويتهم الدول العربية بالتدخل في الشؤون الداخلية من أجل تغييب الرأي العام المحلي عن العبث الإيراني في العراق وخصوصا أن طهران في هذه الظروف لا تفكر في العراق كحديقة خلفية لها فحسب وإنما تره محطة مناسبة تصدر إليها جميع الأزمات التي تعصف بالنظام الإيراني ترجمة نانسي قنقر